مكان هي تخلى لها مداخلتين مهمين سواء في التمرين أو حتى للاتمنان على حالة محمد محمود لعب النادي الأهل اللي أجرى جراحها النهاردة في ألمانيا بعد فقرة الانتو معنا فقرتين معنا فيهم ضيوف مهمين جدا نهاردة معنا ضيف استثنائي الكابتن لطفي نسيم سبق ليه قبل كده تدريب منتخبي أغندا وبورندي كان ليه تكريم من منظمة حقه الإنسان خلال الساعات القليلة الماضية هيكون النهاردة معنا هنتكلم معنا عن هذا التكريم وأيضا هنتكلم معنا القرى الإفريقية لأن فكرة مدرب مصري اشتغل في القرى الإفريقية منتخب أغندا ومنتخب بورندي هي مدرسة يمكن المدربين المصريين كان لهم السابق في هذا الموضوع قبل حتى المدارس الفرنسية والإنجليزية والمدارس الأوروبية مع المنتخبات الإفريقية لأن سبق كمان بعد كابتن لطفي نسيم في كذا مدرب خاضوا نفس التجربة سواء كابتن شريف الخشاب أو الكابتن أحمد كشري وبشكل عام حوار في تفاصيل فنية مهمة جدا سواء متعلقة بالدور المصري أو حتى المتعلقة بالقرى الإفريقية وتطور الملخوز اللي حصل فيه القرى الإفريقية خلال الفترات القليلة الماضية فقرة الحوارية الأخيرة هيكون فيها زميل العزيز عمر ربا ياسين وهيكون فيه استضافته لنقد الرياضي الأستاذ سامي عبد الفتاح فقرة مهمة جدا فقرة الصحافة ورؤية الإعلام الرياضي والنقاط الرياضيين للمرحلة الحالية بالنسبة للكرى المصرية حوار شامل بتفاصيل مهمة جدا بالنسبة للمرحلة القادمة لكن فقرة الأخبار وفقرة الإنترو مهمة أبدأ بهذا الخبر الهام جدا وعنوانه الرئيسي الكابتن محمود الخطيب يشكر المستشار تركي آل الشيخ ويؤكد على العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية عبر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهل عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للإتمينان على صحته متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرا وقال الكابتن الخطيب أنه يستمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار تركي آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية خبر الآخر اللي معنا الكابتن محمود الخطيب النهاردة عقد جلسة مع لجنة التخطيط للقرى جلسة كانت مهمة جداً نحن نتكلم فيه تقرير خاص بقطاع قرى القدم في الفترة القادمة لعرضه على الجمعية العالمية اللي مقرر انعقادها إن شاء الله نهاية شهر نوفمبر القادم كابتن محمود الخطيب عقد جلسة مع لجنة التخطيط للقرى بحضور الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو أعضاء اللجنة وحناني الزيني مدير متابعة اللوايح والترخيص هذا الاجتماع تم منقشة فيه العديد من الملفات الخاصة بقطاع القرى سواء على مستوى الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو الأكاديميات جرت الجلسة بمنزل الكابتن محمود الخطيب بناء على تعليمات الطبيب المعالج الذي طلب من رئيس النادي الالتزام بالراحة التمى بمنزله حتى نهاية الإسبوع الجاري بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخراً خلال الجلسة تم مناشط التقرير العام لقطاع قرى القدم عن موسم 2018-2019 تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية العادية إن شاء الله في نهاية نوفمبر القادم تم مناشط أيضاً كمال احتياجات الإدارية والفنية لقطاع الناشئين والأكاديمية بالإضافة إلى التقرير المقدم من إدارة اللوايح عن حقوق النادي الأهلي الخارجية طرف الاتحار الدولي فيفا والأندية أيضاً من خارج مصر التقرير العام لقطاع قرى القدم ده جرى العرف قبل أي جماعة عمومية القطاع بيقدم تقرير سنوي عن الأعمال التي تمت من خلال هذا القطاع سواء على صعيد البطلات الإنجازات التي تم تحقيقها التعاقدات والصفقات التي تم انضممها أو انضمت ليسوف الفريق خلال الفترات الماضية سواء في فترة انتقالات الصيف أو حتى انتقالات الشتوية في يناير كمان فكرة التدعيم اللي بيحصل في قطاع الناشئين والصرف على قطاع الناشئين والأكاديميات والدور المنود بهذه القطاعات لتخزية الفريق الأول وفريق الشباب خلال الفترة الماضية علاوة على ذلك كمان في جزئية مهمة جداً حتى في سياق هذا الخبر وآخر سطر بالإضافة إلى التقرير المقدم من إدارة اللوايح عن حقوق النادي الأهلي الخارجية الطرف الاتحاد الدولي والأندية من خارج مصر وهذا العام تحديداً وأنا على المستوى الشخص برصد الشغل اللي تم في القطاع في كذا جزئية مهمة جداً حصلت هذا العام أنا باعتبره من إنجازات قطاع كرة القدم بالإضافة إلى إنجازات الفريق الأول سواء في تحيي البطولات سواء دوري أو سوبر أو البطولات اللي النادي الأهلي يشارك فيها هذا العام الجزء اللي بتكلم فيه في مسألة اللاعب مروان محسن عندما أصيب مع المنتخب الوطني استطاع النادي الأهلي من خلال المقضبة الرسمية مع الاتحاد الدولي فيفا وتطبيق اللوايح المنزمة للاتحاد الدولي والعلاقة المباشرة بين النادي الأهلي والاتحادات بشكل عام والأندية والاتحادات عندما يتعرض أي لعب لإصابة مع منتخب بلده يتحمل الاتحاد الدولي فيفا تكاليف العلاج بالإضافة إلى الراتب الشهري للعب على مدة تعاقده تيلة فترة الإصابة دي كان الجزء مهمة جدا تمت السناد وإدار النادي الأهلي من خلال اللوايح المنظمة لهذه العلاقة يحصل على القيمة المالية في مسألة الحصول على دفع راتب مروان محسن تيلة فترة إصابته من الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا ده لأول مرة بيحصل في مصر وبيحصل طبعا من خلال النادي الأهلي لأنه عارف جيدا حقوقه وواجباته واللوايح سواء في الاتحاد الدولي أو الاتحاد الإفريقي بتطلب إيه أو بتلزمك بإيه فبالتالي بتنفذها بحزفيرها ولوليك حق من خلال هذه اللوايح بتقدر تحصل عليه أيضا كمان من الجزء الهام جدا موضوع جونير أجايه كان تم تحويل مبلغ إلى جونير أجايه في نادي الصفاقسي التونسي تم استرداده من خلال عمل لائحي وعمل منظمة داخل قطاع قرة القدم في النادي الأهلي أيضا جزء الترخيص جزء مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي كشهادة رسمية معتمدة من الاتحاد الإفريقي ومن الاتحاد المصري لقرة القدم النادي الأهلي حصل رسميا على شهادة برخصة الأندية المحترفة في السنوات السابقة حتى لما سألت على هذا الموضوع في اتحاد قرة القدم قالوا بتبقى شهادة مؤقتة اللي انت بتجددها كل سنة عشان تقدر تشارك في البطوات الإفريقية وان انت بتطبق الحد الأدنى على الأقل لشروط الأندية المحترفة لكن المرة دي شهادة رسمية من الاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري ورغم ذلك حتى لما بتنزل لجان تفتيش أو بتتابع هذا الأمر النادي الأهلي في هذا الموضوع أو في هذه الجزئية بيطبق مش أقولي الحد الأدنى لا تخطى الحد الأدنى في أمور كثيرة جدا لنادي الأهلي كل الأمور الإدارية والمالية والفنية عنده بتنفس بحزفيرها طبقا لمعايير الاتحاد الإفريقي في شروط الأندية المحترفة اللي بتشارك فيه البطوات القرية خلال السنوات الماضية إذن القطاع هذا العام سواء على الصعيد المالي على الصعيد الإداري على الصعيد البطوات بالإضافة إلى الحقوق المالية والتعقدات فيه خارج جمص النادي قال الحمد لله في هذا التقرير بالتأكيد هناك إيجابيات كثيرة جدا سيتم رصدها بالنسبة لي الجماعة الأممية خلال الفترة القادمة لذلك هذه الجلسات مهمة لتقديم هذا التقرير في الفترة القادمة طيب بالنسبة بقى لمعسكر الإمارات إن شاء الله لا يكون خلاص هيبدأ بإذن الله يوم الخميس ويستمر لمدة حوالي ست أيام في دبي غدا إن شاء الله الكابتن ساير عدد الحفيز مدير الكرة والكابتن سامير عدلي المدير الإداري يتوجه إلى الإمارات مساء غد للإتمئنان على كافة الأمور المتعلقة بصفر البعثة وترتيب إجراءات الإقامة وحجز ملاعب التدريب ووسائل الانتقالات وغيرها من الأمور التنظيمية في المعسكر البعثة إن شاء الله هتسافر يوم الخميس في معسكر مغلق أثناء فترة توقف في البطولة بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول في الفترة القادمة وإن شاء الله بإذن الله لنادي الأهلي يعني يقدر يستفيد قدر الإمكان من هذا المعسكر بنسبة كبيرة جدا وياخد مباراة ودية تبقى لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري لنيف فيلار وإنت في الإمارات ممكن البعض يقول لك عايزيني العمو بريادة مع العين